الأنثى هذه وضعت هذا المولود بعد أن حملت به وضعته وتقوم بإرضاعه بكل حنان انظروا معي كيف تحن الأم على رضيعها وهو في الأسفل ويأخذ من هذا اللبن من لبن الأم ويحمد الله سبحانه وتعالى تخيل معي أخي الحبيب هذا المنظر الرائع جدا الذي يدل على قمة الرحمة والله إن الله أرحم بنا من هذه الأم بولدها حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هل شاهدتم حوت أزرق يزن أكثر من مئة طن يرضى أو ترضى ابنها سبحان الله هذا مشهد لأول مرة يلتقطه العلماء كيف تتغذى الحيتان الزرقاء كيف ترضى أبنائها سبحان الله قمة العطف والرحمة منظر جميل جدا أحببت أن نتأمله معا اليوم الحقيقة في هذا الفيديو اللطيف الذي أحببت أن نأخذ منه العبرة أيها الأحبة طبعا هنا هنا نرى أمامنا في هذا المحيط حوت أزرق وابنه بقربه هنا أيها الأحبة هذا هو الحوت الأزرق وطبعا هي الأنثى هذه هي الأنثى الأم طبعا هنا وهذا رضيعها سبحان الله انظر معي أخي الحبيب الأم هنا يمكن أن تزن أكثر من مئة طن وأحيانا يصل وزنها إلى مئة وخمسين طن ومئتي طن تصور يعني تخيل مئتين ألف كيلوغرام كم حجمها يعني وتخيل الطول الكبير ثلاثين أربعين متر طول هذا وانظر إلى هذا الرضيع يحتاج إلى مئات الكيلوغرامات من الحليب كل يوم يعني تخيل معي هذا طبعا يصنفه العلماء على أنه أضخم مخلوق على وجه الأرض سبحان الله هذا الحوت الأزرق يعني شيء عجيب والله أيها الأحبة انظر معي أخي الحبيب هنا كيف يعني نرى عاطفة الأمومة في مخلوق ضخم جدا وعنيف جدا مخلوق قاتل بكل معنى الكلمة وهنا طبعا في هذه المنطقة كما نرى على الخريطة في هذا الجزء من المحيط نرى كيف يرضع أو ترضع الحوت الزرقاء أو الحوت الأزرق أنثى الحوت الأزرق ترضى ابنها انظر معي أخي الحبيب كيف تحن عليه وكيف يبقى بجوارها لا يقترب منه أحد انظر هنا كيف يأتي من الأسفل دعوني أوقف فقط الصورة لنتأمل هذا هو الابن الرضيع وهذه الأم في الأعلى انظر معي أخي الحبيب الأم في الأعلى والابن الرضيع هنا في الأسفل يقوم بالتقام ثديي أمه سبحان الله التي تحن عليه وترضعه بكل عاطفة وكل حنان وليكبر طيب من الذي علمه أن يرضع داخل الماء سبحان الله طبعا الحيتان أحبة في الله هي مخلوقات تتكاثر بالولادة بعكس الأسماك التي تتكاثر عن طريق البيود فهذا الحوت الأزرق الأنثى هذه وضعت هذا المولود بعد أن حملت به وضعته وتقوم بإرضاعه بكل حنان انظروا معي كيف تحن الأم على رضيعها وهو في الأسفل ويأخذ من هذا اللبن من لبن الأم ويحمد الله سبحانه وتعالى تخيل معي أخي الحبيب هذا المنظر الرائع جدا الذي يدل على قمة الرحمة والله إن الله أرحم بنا من هذه الأم بولدها الله أرحم بنا من هذه الأم بولدها تخيل أن حجم هذا الرضيع كبير جدا يعني تخيل إذا كانت الأم تزن 150 طن هذا وزنه على الأقل 20 طن مثلا أو 10 طن أو 20 طن يعني مخلوقات كبيرة جدا وهي تعيش وصممت بطريقة فريدة لتعيش في البحر ولتكسب رزقها في ظلمات البحر لا أحد يعينك في ظلمات البحر هذه المخلوقات لولا أن الله هيأ لها سبل للغذاء يعني الحوت الأزرق أنثى الحوت الأزرق تتغذى على الأسماك الصغيرة على العوالق على كائنات كثيرة تعيش في البحر سخرها الله تتكاثر بشكل كبير جدا وتنتج مليارات الأعداد منها وتريليونات تأتي أنثى الحوت الأزرق لتتغذى على هذه الكائنات وتقوم في داخلها بصنع الحليب أو اللبن اللبن النقي يتم تصنيعه بطريقة معقدة جدا ليأتي هذا الطفل الرضيع هذا الحوت الصغير الحوت الأزرق الصغير مجرد أن يخرج إلى الحياة هو بفطرته يذهب باتجاه مكان الحليب في بطن أمه ثم يلتقم ويتغذى ويكون مسرورا جدا ويكبر كثيرا لذلك يحتاج إلى مئات الكيلوغرامات من الغذاء كل يوم لينمو وليتغذى ويصبح قويا طيب بالله عليكم يعني أنا أود أن أتسأل الطبيعة تستطيع أن تصمم لنا مخلوقا كل احتياجاته مؤمنة وتوفر له الرزق أيضا الطبيعة وتوفر له أسباب الحياة وتوفر لهذه الأم طريقة لصنع اللبن ثم نحن لم نتأمل كيف حملت هذه الأم بهذا الجنين الذي هو عبارة عن نطفة نطفة صغيرة لا ترى بالعين هذه النطفة طبعا تنمو في رحم الأم وتكبر وتتشكل تريليونات الخلايا حقيقة يعني بطريقة عجيبة جدا ويضمن الله الغذاء لهذا الطفل الصغير أو لهذا الجنين في بطن أمه ثم يخرج من دون عملية جراحية ومن دون مساعدة لأحد ومن دون أي مشاكل ويجد الطريق ميسرا أمامه ليجد غذاءه جاهزا هناك أجهزة أخرى في الجسد تعمل على تصنيع هذا اللبن المناسب لهذا المولود والمليء بالأغذية المليء بالفيتامينات والأغذية ليقوي نظامه المناعي ويقوي جسده وينمو هذا الجسد ليتحول في المستقبل إلى حوت أزرق يصل وزنه إلى مئة طن أو مئتي طن وطوله إلى ثلاثين متر أو أكثر طيب بالله عليكم كل هذا جاء بالمصادفة أم بتقدير من العزيز الحكيم الذي قال سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر